حكم الآن غادي تلوب تنفيذ الخطأ زيد كاروش كاروش كيلستور والهدف الأول للمغرب التيفاني وهدف الأول لفعيدة المغرب التيفاني والموقع زيد كاروش في عدود دقيقة 36 كتعطي الهدف الأول لفعيدة المغرب التيفاني فرحة كبيرة الجماهير عاكيد التي تحضر من أجل المساندة وتجيع فريق المغرب اعتطواني وكذلك المدرين بسرخيو الوبيرا اكيد بهذا الهدف الان اللي كيعطيها تقدم لفريق المغرب اعتطواني صاحب العرض والجمهور وبطريقة جميلة وبطريقة ممتازة زيد كاروش اختار هذا الزاوية اكيد اللي كيتوجد فيها الحائط بطريقة اكيد ذاكية كيوضع الكورة بشكل جميل هدف من الاهداف اكيد لمتعة العين محمد عميد البرقدي اللي كانت تدخلت ديالو في المكان المناسب كانت فرصة بالسبال فريق المغرب اعتطواني فيما المهدي النغمي النغمي مش عمل نغمي وهدف اعتادل للجيش الملاكي خلج بانه كان هناك ضغط من المسماء اللي فريق الجيش الملاكي ولاحظنا المرتد هجومي لما كانت الكورة خطيرة على مربع الحاريس محمد عميد البرقدي تابعنا المرتد الهجومي المهدي النغمي اذن يتمكن من توقيع الهدف هدف التعدل لفعيدة فريق الجيش الملاكي لاحظوا اكيد رضت فعل ديالو الطاقم التقني ولي المدريب عزيز العامري هنا كانت تابعوا هنا كانت تابعوا التمريلة كانت المطالبة باعتسلل من هذا الوضعي الصعب صعب انه نحكمه على المهدي النغمي لاحظوا مرة اخرى تنريد البرحيم البزمودي كانت تمريرا ممتعزة الوقت خرجت على الكورة لكان الخروج لدينا العاصمي اللي حاول انه يغلق على الزاوية ولكن المهدي النغمي واحد من اللاعبين اللي عندهم حمزة حجية دي محاولة فائدة المغرب عتيطواني ملجية اليمنى محاولة تمرير دائم للخطورة للمغرب عتيطواني تمني سديده الهدف الثاني للمغرب عتيطواني ياسين الكحل يجيد الحل ويسجل ويوقع في مرمى اكيد المتعلق محمد عمين البرقدي هدف الثاني للمغرب عتيطواني بواسطة ياسين الكحل تابع من جديد اكيد تمني نفتجاعد لنا بوموس كورامات جوزة الخط بوموس يمرر ياسين الكحل اكيد لدي يسديده لاحظه الكورة التي تغالط الدفاع وتغالط محمد عمين البرقدي وتعانق على الشباك وتهديه للمغرب عتيطواني الهدف الثاني ومتالي هدف على التقدم في هذا المباراة اذن دقيقة واحد اسبعين ياسين الكحل تابع من جديد المغرب عتيطواني على بعد هذه محاولة يمكن نقول بانه يعني دواني قليلة على دخول ياسين الصارحي يتمكن من توقيع الهدف تحدث بينه ياسين الصارحي يعني عنده امكانيات هجومية ممتعة اذا في الوقت بدل على ضاعع ياسين الصارحي يعني يتمكن من توقيع الهدف الاول له بقاميص على المغرب عتيطواني يعني في اول انظمة ما يتمكن من توقيع الهدف الثاني اللي فائدة المغرب عتيطواني اذن ثلاثة واحد اللي فائدة المغرب عتيطواني خروج ياسين الكحل دخول ياسين الصارحي لاحظوا بانه ياسين الصارحي يعني الوقت اللي يدخل فيه انه يعني تم تدوينه لانه لاحظوا من الخطأ الدين للحارس اللي يقدم عطاء كبير في هذا اللقاء وبتلك يتمكن ياسين الصارحي من توقيع الهدف بهذا الشكل وبهذه الطريقة يعني اجمل مكان ينتظروا ياسين الصارحي يعني بقاميص المغرب عتيطواني هو لانه يسجل الهدف يعني ممكن عشرات يلتواني وخمستاشر